اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس نواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله بذلت جهودا كبيرة في نشر ثقافة السلام وتكريس اسس التعايش عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات بين الاديان وخلال كلمة معاليه في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان السلام والشمول تعزيز السلام الاقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الاديان ضمن اعمال المؤتمر البرلماني لحوار الاديان التعاون من اجل مستقبل المشترك والمنعقد في مدينة مراكش المغربية بين بين معاليه ان تعزيز السلام الاقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الاديان موضوع في غاية الاهمية والحساسية مشيرا الى ان المملكة صدافت ملتقى البحرين للحوار من اجل التعايش تحت الرعاية الملكية السامية تزامنا مع زيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الى مملكة البحرين ومشاركة فضيلة الامام الاكبر مستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجرس حكماء المسلمين كما تطرق معاليه الى مبادرات مملكة البحرين الهادفة الى تحقيق التضامن الانساني دعما للسلام ومشددا على ان الجميع امام مسؤولية تاريخية من اجل تعزيز السلام الاقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الاديان لترسيخ قيم التعايش السلمي في اشارة الى دور البرلمانيين المهم في ترسيخ وحماية هذه المفاهيم لقد استطافت بلادي مملكة البحرين في شهر مارس الماضي وبرعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الاميو ستة واربعين والاجتماعات المصاحبة ولقد وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه رسالة رفيعة عبر كلمته السامية دعا فيها الى العمل المشترك من اجل ترسيخ العدالة وسيادة الغانون وفق تشريعات عصرية تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية بالاضافة الى تعزيز التعاون التشريعي والتقني في اقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها ومنع اساءة استقلال الحريات والمنصات الاعلامية والرقمية في ازدراء الاديان او التحريض او التعصف والتغرف والهراب والعمل الجماعي على نشط حقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر وتعزيز عرى التآخي والصداقة لين الامم وادماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والانشطة المتعددة اترسادا بمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودعوة الاديان كافة الى التسامح والمحبة الحضور الكرام ان مملكة البحرين تعتز وتفتخر بارثها الحضاري الانساني وتنوعها الثقافي والديني وتعزيز التعايش والتسامح وفق ممارسات عصرية رائدة تمثلت في اعلان مملكة البحرين مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والعديد من المشاريع والمبادرات في كافة المسارات